السلام لبنات ان شاء الله جاء لكم بيان وبخير وعلا خير ومرحبه بكم في القناة اذا عجبتكم الفيديو تعليم اليوم ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم جديد وديروا لي جام الى عجبتكم طبعا هنا ياخر اشتانة واختي رحنا شفنا شفي احوايج وشكاين وشماكاش حبيت نشارككم وننصح اللي راهم يجهزوا اللي راهم حيتزوجوا ربي هنيهم ننصحهم بللي راهم ديرين سولد كامل المرشيات والمحلات راهم ديرين سولد وعلى الحوايج تعصيف يعني غير بروفيتي ورحو شروع الحوايج تعصيف دوكاف الخرجاء تعصيف دايما يديروا السولد وهنا راهم بدوبو يحطوا الحوايج تعيشتات تعل الخريف راهم بدوو يجيبو کماشتو البنتوفة هنا يا ليساك شوفو وغير بميتة الف يعني تقدرو تخطفوا بزاف حاجات سورتو اللي راه هيت جاهز يعني ربي معاكم الحال شي ماشي ساهل يعني الحالة غالية وكامل ربي يقدركم ان شاء الله كي ما راكم تشوفو كاين بزاف انواع شابين يعني هاد المحلات جايين في قهوة شرقي يبيعوا بزاف حاجة شابين ورخاص يعني في متناول الجامع نتمنى ان شاء الله تستفادوا من هاد الصور كي ما راكم تشوفو يعني بزاف شابين تعال الدار تعال خرجاء كاين بزاف انواع والا وهنا يا البنات نروحوا نجدوا الامتقبات تعنا هنا نسحق كيلة ناقصة اندواتع الزيت نسحق لفاني المزهر الملح نسحق هاد السمو اللي ندرو به المقراط يعني يكون موايا متوسط يكون رايح شوية للخشين نسحقوا منه يعني ثلاثة كيلة معمرين كي ما راكم تشوفو وهنا الكيلة اللي تحبوها كيلو بيها ونسحق تاني زوج مغارف كبار تعال سميد الرطب سميد الرطب يعني اللي نعجنو به العادي هنا نجوزو ننوجدو العجينة تعنا هنا ندير ثلاثة كيلة تعال سميد تعي يعني هنا نحب نديرها بهد السميد تعال مقراط لخشين باش تجيني مرملا لداخل ما نحبش تجيني كيمال فطير ان شاء الله تكونوا فهمتوني هنا زيت لها نصم غرفة تعال الملح وندير الهازجو مغارف كبار تعال سميد يعني باش ناسي ريب اللي ما تتفتحليش يعني ما تتفتتليش وهنا لافاني يعني اختياري يعني نحب رحة لافاني في بارتو نحبها نخلط كامل مكوينة ناشفين نزيد لهم هديك الكيلة تعال الزيت قلت لكم ناقصة اندوا هنا تقدروا تديروا الزيت ولا السمن وانا هنا يعني ما نبسسها ملح ونخليها تشربلي شوية وانا هنا راح نلمها بالماء والمزهر ما حشنلمها بالحليب لابوالو يعني هاد الوصفة تعبكري هنا ندير حفرة في الوسط وندير يعني كمية علماء والمزهر درت كيلة كاملة وخليتها يعني تتشرب ملح حوالي 4 ساعة 30 دقيقة هكذاك لطن لي يعني كملت شغلية وقع وعاوت وليت ليها لقيتها زادت شربت كيما راكم تشوفو هنا درت كامل كيلة ونعجنها يعني دايما هاد الحوايج تعال السميدو كامل ما تدلكوهمش عجنو همبرك بش ما تجيكمش يابسا يعني المتقبات تعكم هنا غطيتها وخليتها تريح شوية شوفو بعد ما جلست حوالي يعني 20 دقيقة نص ساعة عودتوا لقيتها يعني نشفت شربت كامل هادا كل ما زدت لها نص كيلة تعال ما والمزهر كيما راكم تشوفو يعني هنا المزهر اختياري تقدرو تستغنوا عليه انا نحب ريحتو في المتقبة تعجبني هنا فالا هنا يزد كامل هاداك الكيلة شوفو ش حلالاها يطرية وحطيت هاد زيت شرب يعني مليح وراحت للغرس تاعي هني كانت فاصلي المقطع درت له يعني زوجو ما غير فتع جلجلان محمص شوية تعقرفة مزهر والزيت وعجنته كامل وكنت يعني طبعا في اللول نحيت له كامل هاداك الاحجر ليكون فيها هاداك العظمات عفوان العظمات نقيته كامل وهنا نزيد له المزهر عيني ميزاني بش يجين يطري وما ينشفليش في في الطعجين يعني بش يقعد لي طريف المتقبة ديالي ويجي بزاف بنين هاداك الججلان المحمص حيمدلو حد الريحة هيلة كي ما راكم تشوفو فيه خلوه طري وهنا القرفة اختياري تقدرو تاني تستغنوا عليها انا نحب ريحتها تاني يعني ما عندي شها مشكل هنا بعد ما ريحت لي العجينة كي ما راكم تشوفو نديرها نقسمها على تنين يعني زوج خبزات هنا من الاحسن استعملوا الصاشي رح يعاونكم بزاف صرتو المبتدئات يعني ما مشي حتى المبتدئات ومليح الصاشي يخليك معني ما تلصق لكش تقدري ترفديها رح يساعدك بزاف الخدمة وفنين بورتكال قاطو مليح تستعملو يعني الصاشي كي ما راكم تشوفو نحط العجينة اللولانية نزيد هديك الغرس العجينة تاع الغرس ونزيد نغطيها بالعجينة الخرانية وحنا نزيد فوقها صاشي تاني ونحلها بالحلل يعني السمك هنا اللي تحبوه أنا نحبها مخشينا مرقيقة يعني متوسطة كي ما راكم تشوفو نحلها بالحلل مليحكا يعني ما راح تلصق لي ما والو جيني كامل سوا سوا ظالة كي ما راكم تشوفو أشك فوسقموها بش تجي يعني يدو كلي كوتي شابين ما يجوش يعني مشقوقين ولا وهنا نقسمها كي ما تحبو تحبو مثلاثات ولا مورباعات يعني هنا كي ما تحبو قسموها هوصح كامل في البنة ومشي في الشكل كي ما راكم تشوفو نقسموها مليح ولا على هات الشكل ونسخن طاجين تاعي على أعلى درجة غير يسخن لي ندير النار يعني متوسطة نقص لها ونحطهم يطيبو أنا هنا يا كان الريح برا ما قدرتش نطيبهم في الطابونة طيبتهم في الدار يعني في لا كويزينير وفي هذا الطاجين تعال الحديد يعني هذا يساعدني بزف بزف نطيب فيه كل حاجة يعني برك نقص للنار باش ما يخطف ليش العجين ديالي ونطيبهم على نار متوسطة ولي الطيب يعني نقلبها كي ما راكم تشوفو نحبهم حمرين مليح كي اللي يحبهم بيوضة يعني هنا يا يولي ليكم انتو ما وكيفاش تحبو كي ما راكم تشوفو هنا نقلبهم كامل وهو ليك الشكل النهائي ديالهم اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اذا عجبتكم ديروا لي الجام ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم جديد نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام